أول إشي يعطيكم ألف عافية أنس وأحمد وصدقاً شكراً كتير لإلكم زي ما حكيت بالبداية أنا بشتغل Data Associate للغة العربية بقسم Alexa بأمازون بداية Alexa أو المكاتب المسؤولة عن Data Alexa بالعالم هي عشر مكاتب أو عشر sites بالعالم كلاياته موجود اتنين بأمريكا فيه بالهند بالصين في بوخارست برومانيا وفيه بالأردن السايت اللي أنا حالياً بشتغل فيه هو الوحيد اللي موجود بالشرق الأوسط وإحنا الوحيدين اللي بنشتغل Data العربية أو بالأحرى 90% منا بيشتغلوا Data عربي وفيه 10% بيشتغلوا Data French وGerman وإيثاليا برضو فهذا إشي برضو أنا كتير لما أحكي للناس أنه جد بكون مبسوطة فيه أنه إحنا اللي بنمتلك كل Data العربية بنشتغلها من عمان فهذا إشي كتير حلو بداية عشان نكون واضحين أنا شغلي بصير backstage يعني أنا شغلي ما بتعلق بألكسا نفسها يعني أنا فيه كتير أشياء هلأ وهو عم يستعرضها أنس وعم يحكيها أحمد أنا كانت جديدة عليه ما كنت أعرفها وما عمري يعني تفعلت يعني ما كان شغلي بتطلب أني أنا أتواصل مع ألكسا بشكل عام أو بشكل يعني direct لا أنا بتواصل إحنا backstage الفكرة أنه إحنا لداتة ألكسا بتوصلنا العربية بندخلها على السيستم بنظام معين بحيث أنه بتقدر ألكسا تفهمه ويمكن كتير بتلاحظوا مرات لما تحكوا كلمة لألكسا مثلا بلغتكم العامية ويمكن لفترة ما تفهمها بعدين فجأة بتلاقوا أنه هي فهمت عليكم فالفكرة بنكون إحنا دخلناها على السيستم فبتكون استوعبت أنتوا أشحكيتوا وطبقوا يعني عملة الأمر اللي أنتوا طلبتوا وخصوصا كتير بتمر علينا يمكن إذا حدا من دول الخليج موجود معانا هون كلمة نصي نصي التلفزيون مثلا اللي أتوقع معناها وطي التلفزيون مش موجودة أتوقع باللغة العربية ما عمري شفتها وصدقا أنا عرفتها لما بلشت أشتغل ما كنت أعرف عنها قبل فهاي من الأشياء اللي كتير بتتميز الشغل طبعا نحنا منقرب شوي اليوزر لألكسا وبرضو بنعتمد بشغلنا على كتير مصادر عربية يعني مثلا من السورسز اللي كتير يعني منعتمد عليها بالشغل هي المعاني نستخرج منها الكلمات العربية ونحاول قدر الإمكان أنه أي إشي بنقدر نعربه بنعربه يعني مثلا أنا برضو تفاجأت أول ما اشتغلت أنه كلمة بوليس هي كلمة عربية أوردي تعربت أو كلمة كاميرا مثلا ومن كلمات عربية بنقدر إحنا نستخدمها عادي بلغة عربية فصحة يعني بعد التعريب فبنحاول قدر الإمكان أي كلمة ممكن أنه أنا أحطها بيعني بسياق عربي أنه أشتغلها بسياق عربي طبعا بعد ما الداتا بنشتغلها وكل الأمور هاي برضو بنشتغل كتير أشياء تانية من ضمنها أنه لما أنت تحكي مع أليكسا وأليكسا ترد عليك بصير في عنا ريتنج أنه هل أنت راضي عن اللي أليكسا ردت عليك أو هل أنت راضي أنه أليكسا فهمت عليك كلامك أو أنت مو راضي فبرضو من الأشياء اللي كتير مهمة اللي إحنا بنشتغلها وحاليا عم نشتغل على أشياء جديدة مش كتير رح أقدر أحكي عنها بي ذوي إحنا البرايبسي أو الخصوصية عنا كتير عالية بأليكسا بشكل عام وبأمازون يعني بس يعني أعطيكم مثال بسيط إحنا عنا بكل سايت اللي هي البرودكشن آريا اللي موجود فيها المكاتبنا واللي بنشتغل فيها والبريك آريا اللي فياتها يعني نقعد ناخد البريك تبعنا البرودكشن آريا أنا ممنوع أدخل عليها معي موبايلي أو سمارت واتش أو لابتوب أي إشي أوراق أقلام حتى برمضان صراحة كنا نحاول ندخل المصاحف ما كانوا يسمحوني أنه ندخل المصاحف وباي ذوي حتى البرايل يعني كنت أحكي لهم أنه طب برايل يحكي لي لأ هو بيضل كتاب فأي إشي متعلق بهاي الأمور ما منقدر ندخلها حتى تبروير الأكل أو العلبة الأكل لما نجيب مثلا أكل معنا من البيت لازم تكون العلبة شفافة ما بصير أجيب ألوان أخمر أخطر أصفر لأ لازم إشي شفاف يبين إيش جواه وبرضه حتى كمان يعني لما نطلب أكل من برا مثلا أو إشي إذا بدي أدخلهم جوا عندي على المكتب لازم أطلعوا من الكيس تبعه ما بصير أدخل بالكيس فأكيد هذا يعني يعني حتى برضه يمكن تستغربوا بس حتى لابتوباتنا لابتوب تبعي مثلا أنا مربوط بشكل يعني بطريقة معينة بالمكتب تبعي ما بقدر مثلا يعني إحنا open office by the way يعني كلاياتنا بنشتغل جنب بعض وحوالين بعض بس أنا ما بقدر أخذ لابتوب والله وأروح أشتغل عند صاحبتي بالكليستر الثاني أو عند مكتبها ما بقدر حتى بتحاسب إذا أنا تركت الشاشة تعتي فاتحة لازم أضل أعمل look screen يعني حتى مع أنه أنا والتيام ميت استعوني بنشتغل نفس الداتا بس ما بصيرهم ييجوا يتطلعوا أنا شو عم بشتغل فأكيد هذا بريفلج كويس لأمازون إن هي عم بتحافظ على داتا المستخدمين بس ما بتتخيلوا قدرش إشي مزعج صراحة بس أكيد اللي بهيومنا بالبداية إنه نطبق لـ privacy policy بشكل صحيح يعني هاي أكتر الأشياء اللي بقدر أحكي فيها ما بعرف إذا بتحب أنا سنحكي عن موضوع الأشياء الجديدة اللي حاليا عم نشتغل عليها يس هلأ من الأشياء اللي حاليا عم نشتغل عليها حاليا أنا شخصيا عم بأخذ عليها training يعني إحنا هلأ عم نحاول نخلي أليكسة تفهم شعورك وإنت عم تحكي معنا بمعنى إنه أنا لما أجي أحكي أليكسة بسرعة طفي الضو فأنا هون عم بحكي مع أليكسة وأنا معصبة مثلا أو أنا حزينة أو أنا زعلانة أو أنا تعبانة فإحنا هون عم نحاول نخلي أليكسة تفهم أنت الإيموشن استعونك وأنت عم تحكي معها شو هي برضو عم نشتغل برضو على إشي تاني عم نحاول نعمل personality لأليكسة بمعنى تكون إلها شخصية يكون إلها رأي وقدر الإمكان يكون حيادي بمعنى إنه هي تكون إلها يعني في مثلا كثير من الأسئلة ما منقدر إحنا نسألها إنه لما نيجي نسأل على جوجل وهي أليكسة مربوطة بي بجوجل مثلا فهي لما أنت تيجي تسألها مثلا مثلا كم عدد الفنادق بمنطقة كذا فهي بتروع على جوجل تعمل سيرج بس في أشياء ما بتكون موجودة يعني أنت لو بتيجي تعملها سيرج على جوجل ما بينفع يعني ما بتطلع على جوجل غير بدك تقرأ وتعمل وكذا فبرضو هنا هي الأشياء اللي إحنا بنشتغل عليها أنه أي سؤال ممكن أنت ممكن أنت يكون صعب أنك أنت تلاقيه بجوجل هيك دايريكت إحنا بنحاول نخلي أليكسة تجاوب عليه بطريقة أنه بما معنى أنه هي عندها المعلومات أن هي شخص مثقف أو جهاز مثقف عفوا فهي من الأشياء بالضبط اللي بنشتغل عليها هي لها برسوناليتي عشان هيك شخص مثقف شخص مثقف بالضبط يعني والله بودي كتير أحكي كتير أشياء وأحكي تفاصيل أكتر بس حكيت لكم ما بنقدر نحكي أي شي إله علاقة بال يعني تفاصيل بالقادم بسعكت لي صح طب بدي أسألك معلش بالنسبة لإهتمام أمازون باللغة العربية بالتحديد حكي لنا شوي عن الموضوع إذا في مجال شوف هلأ زي ما حكيت لك إحنا بنستخدم كل السورسة اللي بنستخدمها بتكون يعني معتمدة اعتماد تام على اللغة العربية الصحيفة بمعنى أنا ما بصير يعني مثلا أنا أجدتني كلمة معينة فأنا ما بصير أرجع ما يكون عندي أي مرجع غير مثلا للمعاني المعاني هو المرجع الأساسي للكلمات اللغة العربية ويمكن كلياتنا أكيد يعني هلأ نيجي نعرف أي كلمة معنا كلمة بالعربي قصيدة شعر نروح دايركت على المعاني فمن هاي الأشياء اللي كتير يعني بتخلينا نركز عليها وبرضو عشان نكون أقرب للمستخدم يعني يمكن كمان نحكينا بالموضوع أنه ليه أليكسا ما بتحكي فصحة لأنه هي ببساطة بتكون قريبة للمستخدم لما أنا أجي أحكي معها بلغتي بلهجتي اللي أنا برتاح فيها تفهم علي بينما أنا مش كليات ما بنقدر نحكي لغة عربية فصحة بطريقة صحيحة لأنه أنا إذا بدي أخلي أليكسا فصيحة مثلاً بتحكي لغة عربية فصيحة أكيد ما حد تفهم علي إذا أنا قاني التعبير بكلمة معينة فبرضو هاي من الأشياء المهمة هنا أنا أول إشي بشكرك ملك هنا أنت موضوع اللغة العربية الفصحة خليتي سؤالي أخطر بالي طيب أوكي أنا فهمت فكرة أنه ليش إليكسا ما بتدعم اللغة العربية الفصحة وبصراحة منطقة جداً وأقنعتيني لكن بالنسبة لللهجات كنا شفنا أنه في إليكسا لهجة معينة واحدة ما في إليكسا لهجة تانية هل ممكن لقدام يصير فيه تطوير على هاي اللهجات أنا بعرف أن أنت ما بتدار تحكي كل إشي أنا والله فهم كثير هذا الموضوع بس يعني هل ممكن يكون فيه إشي زي هيك ولا هاي اللهجة اللي حالياً بس موجودة مع العلم أنه اللهجات اللغات التانية مثلاً الإنجليزي فيه مليانة الإنجليزي ما بيخلص الإنجليزي بريطاني وإسرالي وإرلندي وهند كل إخي موجود صح صح أوكي أجاوبك الجواب الأول للسؤال أنه ليش ما فيه اللهجات تانية لأنه ببساطة أكتر المستخدمين اللي بيستخدموا أليكسا هما من دول الخليج فأنا مو منطق أخلي أليكسا تحكي أردن أو فلسطين أو مصري 90% من الداتا اللي بتيجينا كل يوم هي داتا من دول الخليج وحتى العشرة بالمية اللي بتكون بتظلها موجودة بيكونوا مثلاً يعني أغلب المرة علينا بيكون حدا مثلاً مصري عايش في الخليج فبيكون أصلاً نص كلامه خليجي يعني هما أكيد أنت لما تيجي تفتح أي بزنس معين بدك تدور على التارجت أودينس تعونك فهما التارجت أودينس تعونهم هما دول الخليج فأكيد بركز عليهم يعني أفهم أن هيك كل ما ارتفع يعني كل ما صار في عدد مستخدمين أكتر من منطقة جغرافية معينة هيهتموا فيها أكتر طبعاً أكيد الجزء الثاني من السؤال للأمانة ما أبعرف عم جد ما عندي فكرة لأنه حكيت لك إحنا كل شغلنا باكستيج يعني أنا بس يعني أنا صدقاً كتير أشياء أنتو هلأ عم تحكوها خصوصاً موضوع اللي دروب إن كتير تمر علي وجد ما كنت أعرف شو يعني دروب إن بالشغل صدقاً ما كنت أعرف أبداً جربت لما هلكت لحت في منتشي آه فوالله ما كنت أعرفها حتى كتير أشياء أنت هلأ عم تحكيها أنا أنا بحكي أنه واو يعني هاي أشياء غريبة علي فالفكرة أنه إحنا بنشتغل متواطع متواطع ملكي جماعة وعشانها كمان مركزة بمجال واحد بشغلها فمش فاضي حتى تتوح تتشوف شو اللي فيه وفيش فيش نو تايم والله للأسف أليكس أختفنا كلياتنا من أختفوقنا كله يعني طب أنت بشغلك كيف كانت تهيئة الشركة لعيلك؟ نو بمكان العمل بالجهاز بالنبرة أوكي هلأ للأمانة إحنا أصلا لما طلبت أمازون طلبت بجولي إمبيرمنت سبيشال يعني أنه أشخاص كافيفين الفكرة أنه بداية طبعا أليكسا أمريكان ستايل يعني فتتعامل بطريقة جدا احترافية أول ما دخلنا إيش بتحتاج وبنحتاج كذا وكذا 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 بدنا على الأجهزة تاعتنا يكون موجود جوز جهاز جوز أو سوري السوفتوير تابع جوز البرنامج طبعا الشاشة جوز اكزاك فنزلونا طبعا قعدنا تقريبا ثلاث أشهر عم نستنى أنه ينزل بسبب البرايبسي ولهذا اللي أنا برجع بحتي الخصوصية لأنه لازم يكون متوافق مع البرايبسي بوليسي تاعت أمازون كثير عملوا عليه تعديلات يعني إذا بتلاحظوا بمثلا جوز في عندك اللي هو خيار انه مثلا أنت بدك تشارك هاي الداة مع المطورين إحنا هذا أصلا لما أنا أجي دي أغير إشي بجوز ما بلقيه أصلا مش موجود يعني أنتو عملوا للنسخة اللي بتستخدموها عشان تكون متوافقة لأمازم يعني هذا رغم كل إشي يعني رغم كل الصغبات وكذا لأهم كانوا مصررين إنه لو أنتو بكم ينزلكم هذا البرنامج وبكم تشتغلوا عليه ما في أبدا أي تمييز مباني وما بين أي موظف تاني مش كفيف أو ما أجد إعاقة وهذا إشي كثير يعني كثير جد بحسسك أنك أنت بتنتج يعني أنا لما آجي أنا يعني بشتغل زي زي غيري تارجت مطلوب مني مطلوب من غيري بتبهدل زي زي غيري برضه دعمت أبيوز أو أي شي غلط يعني يعني نفس الإشي ما حسيت أنه لغحظة أنه لا أنه أنا في تمييز أو أنهم يراعوني بشكل معين بصوصا بالشغل لأنه أنا كذا أو أعطوني إشي أزوط لأني أنا كذا طبعا أكيد كل الحقوق تنعطى أكيد يعني بمناحية كل بس زي ما حكيت لك قبل شوي يعني قرآن برايل ما قدرت أدخله على على الشوء اسمه رغم أنه يعني المفروض يكون موضوع إنساني إنه عادي برايل وكذا ممنوع يعني كله المطبق علينا مطبق على غيرنا طب أنا أشي كتير منيح صراحة وفعليا كتير والله أشي كويس صراحة بدي أسألك سؤال عم نسمع بموضوع الذكاء الاصطناعي وكتير بنتشر كتير بنتشر بشكل يعني يوم كل يوم أكتر مراحل من يوم اللي قبله أدياش إليك سؤال يعني فيها أشي بتوجه نحو إنها تصير أكتر يعني بالذكاء الاصطراعي موجود فيها أليكسا قصدك آه نيك شوف زي ما بحكي لك إحنا دائما لما نبلش يعني هلأ كل تقريبا الورك بلوز الجديدة اللي عم نشتغل عليها نوعا ما نوعا ما صرنا شوي بالإنجليزي لأنه لسه أشياء جديدة يعني أكيد بيعطو الأولوية للغة الإنجليزية كونه اليوزر أكتر بعدين إن شاء الله بنبلش نشتغل على اللغة العربية بس بشكل يعني اللي بشوفه إنه هو كتير فيه هلأ صار فيه تنافس يعني عم نشوف شات جي بيتي مسفح ما شاء الله أوبن اي آي مسفح شات جي بيتي اللي وصله لحد الآن محدش وصله أبدا ما حدا بوصل لشك أبدا أبدا زاكتلي يعني إن شاء الله الليكسا تصير زيه بس أنتوا رايحوا حالكم وتعاونوا مع شات جي بيتي وره زي هاتف صرح هيك حابعت لجيب بيض وزاك خلاص إحنا لأنه صدقا بيخلينا تحت ضغط كتير كبير إنه يعني أنا كل فترة بنزل ترينيج جديد نتفاجأ إنه آه فيه فيتشر جديد على شات جي بيتي نزة إحنا بنعمل زيها بنعمل أحسن منهم فالضغط بيكون على الصراحة في نفسهم طيب شكرا كتير ملاك لإليك عن جد أنا انبسطت وجودك معنا لليوم شكرا أنا أكتر بالله الله يساعدك شكرا